طيب هنروح لكرة السلة يا رجال وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الاسبوت جامد على الفرقة ومتابعينها بشكل كبير وبندعمها بشكل كبير هاب أمين طبعا نجم الفريق جاهز ان شاء الله لقاء الجزيرة يوم الجمعة القادم طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هاب أمين كان تعرض لإصابتين الاتصابة بكسر في الأنف كانت مع منتخب مصر أثناء مشاركته في تصفيات بطولة أفريقيا واللقطات دي على فكرة من مبارات الجزيرة اللي كانت في ملعبنا لقطات مسجلة في الدور الأول ماتش الجيش أنا آسف ماتش الجيش معلش الشاشة بعيدة والجيش أنا آسف الجيش بيلبس لبس قراج من الجزيرة طبعا هاب أمين زي ما قلت لحضراتكم انه تلقى صبتين أول إصابة كاسف المراخير مع المنتخب رجع أول ماتش يلعبه كان ماتش التحادس كانداري شرخي في الصباح فطبعا يعني بدلك لدرجة النقهاب نفسه عيط وحسب بعدم توفير كبير ولكن الولد ما شاء الله فيتر وفي الماتش بيلعب حتى كان بيلعب بمسك وشفنا الماتش اللي فات مسبت صباحه وطمننا من دكتور رحمد عادل طبيبي الفريق انه هيشارك ماتش الجزيرة عندينا الماتش اللي جاي إن شاء الله هيبقى الجمعة زي ما قلت حضراتكم الجزيرة هيبقى على الصلاة رقم 3 في استاد القارة ماتش ده مهب جدا لأن النادي الأهلي طبعا دلوقتي بيحتل الرصيد الخامس أو الرصيد أو في المركز الخامس بس خلينا أودح لكم حاجة من بعد الدور التاني وعودة الإصابات الأداء تحسن يعني يعني كسبنا مبرايتين راحين على مبارات الجزيرة والجزيرة على فكرة برا ملعبها زي جوة ملعبها يعني فريق نادي الجزيرة من الفرق يعني طول عمره من أي ما كنا بنلعب وقابلينا كمان ما فيش حاجة اسمها ملعبي وملعب غيري هما بيلعبوا كويس جدا فريق نادي الجزيرة المحترم بيلعب فعلى أي نادي زي يعني ملعب زي التاني لأن هما فرقة غير جمهارية زي ما حضركم عارفين فمباراتنا هناك في الاستاد مش سهل على النادي الأهلي وبرضو مش سهل على نادي الجزيرة فيعني إن شاء الله نتمنى التوفيق ليهم عشان حتى يستعيدوا ذاكرة الانتصارات ونخش على البلاي اوفيس بشكل كبير واحنا جاهزين وزي ما قلت لكم احنا كسبنا مصير التصارات وطرق الجيش والأداء اتحسن ولكن فيه أفضل معاودة الإصابات الدنيا هتبقى أحسن بكتير جدا جدا اشتركوا في القناة